السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم رامي أحمد من قرب لنسل إنشاء إياه الطرق سنتعلم اليوم إن شاء الله كيفية نمذقة الستير وما يسمى بالنري على برنامج في بادة الأمر سنقوم بعمل الرفرنس بلان أي هو الرفرنس بلان هو عبارة عن بلان وهمي بحيث نقوم برسم اللاندينج عليه طبعا منسوب الجراوند بين أربعة متر من البيز ومنسوب الجراوند فلور أيضا أربعة متر ارتفاع الجراوند فلور طيب سنقوم برسم الرفرنس بلان نضغط بالزر اليمين نضغط على اد موديفاي غريد موديفاي شو غريد سيستم طيب نقوم بإضافة الرفرنس بلان وليكن على منسوب ستة متر طبعا منسوب قلنا من البيز أربعة متر وارتفاع أيضا الفرس فلور أربعة متر وليكن على ارتفاع مترين من الاندينج أوكي وبالتالي سيكون المنسوب الكل ستة متر نقوم بتسميتها على سبيل المثال لاندينج هذا منسوب لاندينج نضغط على اوكي 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 لاحظ هذا هو الرفرنس بلان لدي قمنا بعمله لنقوم برسم الاندينج عليه اوكي اوكي هذا شكله في البلان طيب طيب نبدأ اولا برسم البيم الاول سنقوم بعمل ريبليكات لهذا البيم طيب طبعا بيت الدرج طول بيت الدرج ثمانية متر وليكن على سبيل المثال الاندينج او الاندينج مترين ماينس تو نضغط اوكي من ثم نقوم بتقسيم او عمل الفرين نقوم بتقسيمه الاجزئين متساوية لاحظ من ثم نقوم برسم الستير او الاندينج هذه بلاطة الاندينج من ثم نقوم بتقسيمه ايضا من ادت ادت شيل ديفايد شيل نقوم بتقسيمه الى جزئين متساويين لاحظ اوكي طيب ننتقل الى الرفرنس هذا الرفرنس سنقوم اولا برسم بيم هنا من ثم نقوم بعمل ريبليكيت له ريبليكيت وليكن على طول مترين من ثم سنقوم برسم الاندينج الاندينج سنقوم بتقسيم الشيل الى جزئين متساويين اوكي من ثم سنقوم بحث هذا البيب على اساس ان هذا الاندينج مستند على هذا القسم طيب سنقوم الان برسم الفلايت او ما يسمى بالشاحظ الاول نرجع الى البيم سنقوم برسم الشاحظ نقوم برسم الشاحظ بهذا الشكل نبدأ برسم الفلايت ثم ننتقل الى الرفرنس بلان لاحظ هذا هو الشاحظ الاول بهذا الشكل من ثم ننتقل الى الفرس فلور هذا الفرس فلور سنقوم بعمل ريبليكيت لهذا البيم لرسم الاندينج الثالث وليكن على مسافة ايضا نقوم برسم الاندينج من ثم نقوم بتقسيم هذا الشل شل ديفايت شل سنقوم بحذف هذا البيم ايضا على اساس ان هذا الاندينج مستند على هذا القسم سنقوم الان برسم الشاحظ الثاني او الفلايت الثاني بهذا الشكل لاحظ انتقل الى الفرس فلور لاحظ قمنا برسم الفلايت الثاني طيب طيب سنقوم الان بتحديد كل ما رسمنا هذا الشكل اوك من ثم نذهب الى تقويبة ايدت نقوم بعمل ريبليكات الستوري نقوم بعمل ريبليكات الى ستوري تو وثري لاحظ اوك سنقوم باستعراض اااااااا نقوم باستعراض الاكسر يوت نعم استعراض البرسبكتور هذا لاحظ هذا شكل البرسبكتور شكل الدرج لاحظ هذا الفلايت الاول او الشاحظ الاول وهذا البلان المستند عليه من ثم البلان العفون اللاندي من ثم الفلايت الثاني من ثم اللاندي الثالث لاحظ هذا شكل الستير نقوم بعمل apply all windows لاحظ هذا شكل الستير قمنا بعمل الموديلينج له على برنامج الاي تاب بكل بساطة وبهذا ننهي درسنا اليوم ان شاء الله يكون درس سهل وسيط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا